بكم مشاهدين إلى كربلاء المقدسة حيث أدى ألاف المصلين صلاة العيد بعد توقف دام عامين وذلك بسبب جائحة كورونا للمزيد ولمعرفات أخبار المحافظة والإجراءات الأمنية والصحية والخدمية المتخذة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك ينضم إلينا من العتبة الحسينية مراسلنا معتز العبودي كل عام وأنت بخير معتز وجميع بخير نعم تفضل ما هي آخر الأخبار لديك نعم يعني في البداية تحية طيبة لكم وكل المشاهدين في كل مكان وعيد مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير أتواجد الآن بالتحديد في بوابة مرقد الإمام الحسين عليه السلام وسط مدينة كربلاء كما تعلمون اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب فتوى المرجعية الدينية الشعية في النجف الأشرف وحيث توافد الآلاف من زوار صوبة المراقد المقدسة لإحياء والمشاركة بصلاة العيد التي أقيمت في منطقة بين الحرمين أيضا كانت هي الصلاة الأولى التي تقام بعد توقفها بسبب جائحة كورونا طبعا الآلاف من زوار جاءوا إلى مدينة كربلاء المقدسة وأحيوا الليلة الأخيرة من شهر رمضان هنا في المراقد المقدسة والآن يمكن للزميل المصور حسين أن يعطيكم هذه الصور من داخل مرقد الإمام الحسين عليه السلام حيث كما ذكرت قبل قليل توافد المئات والآلاف من زوار من مختلف المحافظات العراقية وكذلك حتى من عدد زوار من عدد من دول العربية والإسلامية جاءوا إلى هنا لإحياء عيد الفطر المبارك طبعا قيادة شرطة كربلاء وقيادة عمليات كربلاء وضعت خطة أمنية تمثلت بتأمين الحماية ونشر القوات الأمنية لتأمين الحماية للمراقد المقدسة وكذلك للأماكن الترفيهية والمتنزهات وكذلك تم وضع خطة أمنية أيضا لتأمين الحماية للمقابر وكذلك لوادي السلام في محافظة النجف الأشرف حيث يتوافد المئات أو الآلاف من الزوار لزيارة القبور في تقليد سنوي في أول أيام عيد الفطر المبارك أيضا زملائي هناك الكثير من العادات والتقاليد المتعارف عليها هنا في محافظة كربلاء حيث هناك الكثير يبدأ الكثير من العوائل بالتعايد وتقديم التهاني والتبركات فيما بينهم وكذلك توزيع الحلوى أو ما يعرف محليا بالكليتشا يعني ابتهاجا بهذا العيد الخطة الأمنية التي أيضا أعلنت عنها قيادة شرطة كربلاء تشارك بها أيضا دائرة المرور في تنظيم السير لا سيما بالقرب من الأماكن المقدسة وكذلك من الأماكن الترفيهية كذلك هناك خطة خدمية تم وضعها لتقديم الخدمات لزوار مدينة كربلاء الذين سيتون لإحياء هذه الأيام هنا في المراقد المقدسة زملائي هذا كل ما لدي وهذه عودة لكم نعم معتزل عبودي مراسلنا من كربلاء شكرا جزيلا لك